حسناً جصة خفيفة قصة مشهورة هذه قصة مشهورة و حلوة صراحة هي قصة عوال ديب قصة تقول أنه في قبيلتين من قبيل البدو الشهيرة السابقة هنا في المنطقة الكن بين القبيلتين مصاهرة أحد الرجال من هذه القبيلة متزوج من القبيلة الأخرى بعد فترة حصل خلافة الظهر بين القبيلتين وحدا احتدمت المشكلة فراحوا أخوان البنت و أخذوا أختهم من عند زوجها و هي كانت متعلقة في زوجها و زوجها متعلق فيها و مر الوقت و هي بعيدة عنه و هو يحاول يوصل لها لكن ما يستطيع الراح هناك حتصير مشكلة كبيرة و هي أيضاً تبهي لكن ما في فرصة مر الوقت و هو ما قدر فراح لعجوز عندهم حسب الرواية اللي عرفتها من القصة راح لعجوز عندهم و قال لها بيك تذهبين لقبيلة فلان من فلان و أسألي عن بنت فلان و قولي لها زوجك يبي يقابلك في الساعة الفلانية في المكان الفلاني في ليلة مقمرة فذهبت العجوز و قالت و أين بنت فلان و قالوا و الله هذا بيت ابوها راحت عندها و قالت سمعي بنت زوجك يقول يبي يقابلك في الساعة الفلانية و قالت لا تم جاء الوقت المعود و راحت المرأة و قابلت زوجها بعد فترة و طبعاً حكى لها ما حصل له بعد الفترة هذه و انتهى اللقاء بينهم و رجعته عند أهلها و هو رجع عند أهله مرة الشهور شهرين ثلاثة شهور حصل أن المرأة حملت بعد ذلك اللقاء فبدأوا أخوانها من حولها يستثيرون و يستغيرون موضوع لها فترة عن زوجها و شهور و كذا و بدأوا يتهمونها في جهة واحد من أخوانها قالها مالك عندنا يسئل السيف و لا علمين بص الحق قالت و الله دام سألت عن الحق هذا و الله ما هو من حرام هذا زوجي التقينا في الليل فلاني و مكان فلاني و لا تستعجل الاستعجال الواحد يندن فيه و يشوف أنت بحث عن الموضوع اسألوا قال أنا رحت أيضا مشكلة يعرفون أن أخوها لكن بشوف لي أحد فأرسل الواحد قالوا بواك تحظل عندهم في ليلة عندهم أعشاء أو ما شابة و أجس معهم و بعدين بطريقتك يعرف لي حقة الموضوع راح الرجل و جلس معهم و تعشى معهم فلما خلص تعرفون عاد تلبدوا مع الربابة و كذا فأخذ الربابة و جلس في طرف الزاوية و قال بيتين شير قال يا ذيب يلي تالي الليل عويت ثلاث عويات على ساق و صلاب سايلك بالله عقبها و يش سويت يوم الثرية راوسة و القمر غاب زوجها كان جالس في المجلس ففهم مباشرة مقصد الرجل و أن الرجل جاي نعم و أن الرجل جاي يسأله و يبغي يعرف حق الموضوع فأراد أن ينقذ زوجته و ينقذ الموقف بدون ما يفهم الجميع فذهب و أخذ الربابة و جلس نفس الزاوية و قال رد الجميع قال أنا أشهد أني عقب جوعي تعشيت و أخذت شاتذيب من بين الأطناب على النقا ولا الردامات القهوة تودوا حلالي يا عريبي لنسا فلما سمع الرجل البيت و أدوا حلالي أيضا أثرت فيهم جدا فرجعوا عنده و كان هذه البيتين البسيطة هي قصة خيفة هذه البيتين البسيطة سبب في عودة زوجته ربما سطلح بين القبيلتين الله أعلم لكن القصة كانت خيفة و البيتين فيها مجملتها الله يسعدكم الله يسعدكم الله يسعدكم الله يسعدكم